سابعا دوم هذه الشخصية تعتبر من الشخصيات المفضلة للعديد في لعبة Gears of War ولهذا قام العديد من المهتمين بتلك اللعبة بمعرفة الشخصية الحقيقية التي تشبه هذه الشخصية في اللعبة واتضح أنه هذا الشاب الذي يدعى فرانك فلو قمنا بنزع تلك اللحية التي توجد لدى دوم فسنجد أنه يشبه هذا الشاب جدا ألا تظن ذلك؟ أخبرني في التعليقات سادسا لاو تعتبر هذه الشخصية من أكثر الشخصيات المشهورة في لعبة تيكن التي تعتبر من أفضل ألعاب القوى والمصارع حول العالم وعلى مر التاريخ وفي الحقيقة أنه يشبه شخصية بروسلي كثيرا بالرغم من أنه توفي منذ فترة إلا أنه يشبه هذه الشخصية كثيرا حيث أنه في الواقع تم تصميم تلك اللعبة كنوع من فنون القتال التي كان يتمتع بها بروسلي في الواقع كما أنه يتسم بالعديد من الصفات والحركات التي كان يؤديها بروسلي في الواقع مما جعلته ينال أعجاب الكثير ويعترفون أنه يشبهه كثيرا في الواقع هل لاحظت ذلك من قبل؟ أخبرني في التعليقات هذه الشخصية تشبه الناقض السينمائي جيمس فليب وبالرغم من أنه في الحقيقة لا يتصف بالشر كما في اللعبة إلا أنه يعبر عن مدى التشابه الكبير بينهما ولكن ليس الشارب فقط هو ما يجعلهم متشابهين بل أن النظرة والابتسامة تتشابه بينهما كثيرا تخيل لو قمنا بوضع نفس القبعة في اللعبة فوق رأس هذه الشخصية وهذه الشخصية تعتبر مستوحاة من شخصية ماريو لهذا نجد التشابه واضحا بينهما في الاسم لكن شخصية واريو يقال أنها ذات طابع شرير مما يدل على الاختلاف بين ماريو وواريو في الواقع هذه الشخصية في اللعبة لها القدرة على تعذيب منافسيها بقوة عضلاتها التي تتمتع بها بالرغم من أنها ماتت في الآوينة الأخيرة إلا أنها تعتبر أكثر شخصية تشبه هذه الشخصية في اللعبة فهي معروف أنها نجمة المصارعة الحرة وحازت على العديد من البطولات التي جعلتها تنال شهرة واسعة فلولا أنها لديها في اللعبة أربع أذرع لقلنا أنها تشبه الشخصية الحقيقية بشدة فهي تتمتع بنفس العضلات والشعر الأسود هذه الشخصية تعتبر من أفضل شخصيات ألعاب الفيديو حيث أنه نال على إعجاب الكثير والكل يقول أنه البطل القوي الذي لا يمكن أن يقهر بسهولة يقال أنه يشبه شخصية لجولاس في فيلم مملكة الخواتم فهما لديهما نفس الوسامة والشعر الأصفر فمن الواضح أن الممثل في هذا الفيلم لديه تشابه كبير للغاية مع الشخصية المشهولة في تلك النعبة ثانيا لويجي وماريو من الطبيعي أن هذان الشخصيتان المشهورتان في ألعاب الفيديو من المؤكد أن يكون لهما شخصيتان يشبهانهما في الواقع هناك العديد من الناس حاولوا التشبه بهم في الواقع لكن لم يكن يدرك هؤلاء الأشخاص أنهم من سيكون أكثر تشابه مع هؤلاء الشخصيتان المشهورتان في ألعاب الفيديو من المؤكد أن ألوان الملابس مختلفة لكن الهيئة والتشابه بينهما واضح بعض الشيء ما هو رأيك؟ أخبرني في التعليقات أولا شون لي لو أعجبت من قبل بهذه الشخصية المشهورة في ألعاب الفيديو فأنا أحمل لديك أخبار سرة فهي توجد في الواقع وتشبهها كثيرا وهي تدعى ناتاشا أنسي نوسا وهي نالت شهرة كبيرة بعدما تم نشر العديد من صورها على الإنستغرام بفضل مصورة محترفة ولهذا حينما تم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندهش العديد من المهتمين بتلك اللعبة وهي تعتبر تشابها كبيرا بين شخصية اللعبة وبين الشخصية في الواقع بالأخص بعدما ارتدت هذه الملابس التي تشبه الملابس التي كانت ترتديها الشخصية في اللعبة لذا أثارت جدلا كبيرا بين كل المتابعين وأصبح لها حسابها الخاص على الإنستغرام وبه العديد من المهتمين بها من كل أنحاء العالم هل تعلم أي شخصية أخرى في ألعاب الفيديو تشبه شخصية في الواقع؟ أخبرني بها في التعليقات لو كانت إجابتك نعم ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع باقي الأصدقاء نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة